السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات حياكم الله في حصة جديدة من كيميا 2-1 معكم المتحدثتكم معلمة الكيميا مهراء الطلحان. درسنا اليوم هو استكمال لدرس السابق وهو الصيغة الجزئية. طبعا سوف نتعرف على هذا الجزء في تطبيقات على الصيغة الجزئية الجزئية. قبل ذلك نسترجع نشاطنا المنزلي ونحل هذا السؤال الكتلة المولية قلنا أن الكتلة المولية المركبة معها هي ضعف صيغته الأولية. فكيف ترتبط صيغته الجزئية بصيغته الأولية؟ أحسنتم. هي ضعفها إذا نقول الصيغة الجزئية تساوي ضعف الصيغة الأولية. هي ضعف الصيغة الأولية إذن نسترجع عندنا الصيغة الأولية هي التي تعطي أبسط أو أصغر نسبة عددية صحيحة لمولات العناصر. أما بالنسبة الصيغة الفعلية أو الصيغة الجزئية تُعطي الصيغة الفعلية أو العدد الفعلي لذرات كل من العناصر في جزء واحد من المادة. ولاحظ هنا تُعطي أصغر عدد هنا تعطي الفعل الأساسي أو تُعطي أبسط عدد هنا تعطي الفعل الأساسي مثل عندنا اللي هو الاستيرين CH وهنا C2H2 هي العدد الأساسي هنا بالنسبة للبنزين C6H6 إذن هنا تعطي العدد البسيط أنها مكونات من كربون وهيدروجين هنا أعطتوا الأرقام الفعلية الأساس في المركب وحددنا ما هي أو خاصية هذه المركبات أيضا قد تكون الصيغة الأولية هي نفسها الصيغة الجزائية وكمثال أخذنا سابقا أو تعرفنا عليه لهم الأكسوجين ثانيكسيد الكربون ثانيكسيد الكربون صيغة الأولية هي نفسها صيغته الجزائية وأيضا نفسه الميثان صيغة الأولية هي نفسها صيغته الجزائية وقد تكون مختلفة كما في الاسترين والبنزين الصيغة الجزائية هي نون في الصيغة نون يعني قيمة التي نضربها رقم عدد مضروب في الصيغة الأولية من أين نحصل على نون؟ أحسنتم من الكتلة الفعلية على الكتلة المولية الفعلية وعلى كتلة المولية للصيغة الأولية الصيغة الجزائية هي مضاعف صحيح لمين للصيغة الأولية إذن هذه ما تعلمناه في حصتنا السابقة اليوم بإذن الله تعالى نستخدم هذا المخطط في تطبيقه في حل المسال مهم جدا هذا المخطط الذي يحدد لنا الصيغة الجزائية من خلال معرفتنا للصيغة الأولية وأيضا من خلال معرفتنا للتركيب النسبي وكتل العناصر نأتي لمثالنا التالي أو تطبيقنا التالي وجد أن مركبا يحتوي على كربون وهيدروجين قيمة الكربون الموجودة فيه لاحظ عزيزي الطالب هنا أحسنتم ليست بالنسب ليست بالنسب وإنما مين؟ يعني لا نحتاج إلى تحويلها إلى نسب هنا محولة دايريكت إلى جرامات موجودة بالجرامات مباشرة أحسنتم نجد العدد المولات مباشرة نجد عدد المولات إذن هنا العناصر الموجودة في المركب موجودة بالجرام فإذا كانت الكتلة المولية للمركب 58.12% معطيني الكتلة الفعلية إذن هنا أستطيع معرفة الصيغة الجزائية بمعرفتي للصيغة الأولية معطيني لاحظ هنا المعطيات موجودة نبدأ أول حاجة قلنا أحسنتم نستخدم قانون عدد المولات قانون عدد المولات أن الكتلة بالجرام للعنصر على كتلة المولية وكتلة المولية من أين نحصل عليها أحسنتم من الجدول الدولي إذن عدد مولات الكربون القيمة 49.98 على كتلته المولية حصلنا على عدد مولاته إذن نستخدم قانون عدد المولات يساوي كتلة العنصر بالجرام على الكتلة المولية على الكتلة المولية أيضا بالنسبة للعنصر الهيدروجين 10.47% تقسيم الكتلة المولية له حصلنا على عدد مولاته لاحظ أن عدد المولات أعداد غير صحيحة إذن نقسم على عدد المولات الأقل عدد المولات الأقل هو أحسنتم الكربون إذن نقسم على عدد الكربون إذن حصلنا على عدد صحيح من عدد الكربون فإذن هنا درة كربون واحدة لكن لاحظ هنا الهيدروجين عدد غير صحيح ماذا نفعل؟ أحسنتم نضرب في اثنين الضرب في اثنين هنا في عدد اثنين حصلنا على ذرتان من الكربون وهنا خمس ذرات من الهيدروجين خمس ذرات من الهيدروجين إذن نكتب بعدها الصيغة الجزائية نحصل على الصيغة الجزائية من خلال حساب أحسنتم نضرب اثنين في الكتلة المولية للهيدروجين بالنسبة للكربون وأيضا نضرب الكتلة المولية للهيدروجين في قيمته ونحصل على الأعداد الموجودة هنا في خمسة تضرب في خمسة وهنا تضرب في اثنين نحصل على الكتلة المولية لمين؟ الصيغة الأولية بعدها نحصل على نون نون كيف نحصل عليها؟ أحسنتم لدي الكتلة المولية للصيغة الأولية وأيضا لدي الكتلة الفعلية في المسألة معطينيها بداية من المعطيات فإذا قيمة المعطاة في البداية مع القيمة التي تم حسابتها هنا كتلة الصيغة الأولية الكتلة المولية للصيغة الأولية وهنا صيغة أو كتلة المولية للمركب يتم عملية قسمتهما على بعض نحصل على قيمة رقم اثنين هذه قيمة رقم اثنين تضرب في الصيغة الموجودة أمامي إذن لاحظ تم عملية ضربها الأثنين تم ضربها في الصيغة الأولية حصلت على الصيغة الجزئية حصلت على الصيغة الجزئية إذن نتبع خطوات كتابة الصيغة من بداية ونضيف عليها قانون له صيغة الجزئية نأتي إلى المثال الثاني وهو سائل عديم اللون يتكون من عنصره عنصر الاكسوجين وعنصر النيتروجين ولاحظ هنا يختلف عن المسألة السابقة بماذا؟ أنها بالنسب أنها بالنسب إذن هنا نحتاج إلى تحويلها إلى كتلة وقلنا أن الكتلة تساوي الكتلة العنصر بالقرام تساوي النسبة المأهوية أيضا معطيني في المسألة أيضا الكتلة المولية للمركب أو السائل فإذن هنا نحولها ولاحظ عزيز الطالب هنا تم عملية تحويلها مباشرة من نسبة إلى كتلة من نسبة إلى كتلة إذن عندي عنصر النيتروجين عنصر الاكسوجين إذن عندي كتلة المولية إذن أحسب صيغته الجزائية في البداية أحسب عدد المولات وقلنا مطبق قانون عدد المولات يساوي له كتلة العنصر بالقرام على كتلته المولية وقلنا أن كتلته المولية نحسبها أو نستخرجها من الجدول الدوري وهي قيمة 14.007 بالنسبة للأكسوجين بالنسبة وأحيانا إحنا لما نقربها إحنا ما نحتاج إلى التقريب نأخذ الأرقام كما هي حتى لا تكون عندي القيم سليمة وصحيحة وهنا اللي هي كتلة بالقرام بعد ما حولناها اللي هي كانت النسبة حصلنا على عدد مولات النيتروجين أيضا بالنسبة للأكسوجين حصلنا عدد المولات ماذا نفعل هنا؟ أحسنتم رائعون نقسم على أصغر عدد مولات أصغر عدد مولات أصغر عدد مولات النيتروجين بعد ما يتم عملية القسمة نحصل على الأعداد الموجودة هنا ونلاحظ هنا لا نحتاج أحسنتم لا نحتاج إلى عملية الضرب ليه؟ لأن الأعداد لديه صحيحة ليست كم المثال السابق المثال السابق احتجنا إلى عملية الضرب ليه لأنه كان هناك واحد ونص فاحتجنا إلى تحويلها إلى عدد صحيح هنا لا نحتاج مباشرة الصيغة الجزائية الأولية له NO ذرة أكسوجين وذرة نيتروجين لاحظ ذرة أكسوجين وذرة نيتروجين لا احتجنا إلى عملية الضرب إذن هنا نطبق إذا تذكر عزيزي الطالب معي المخطط كان من قسم إلى قسمين قسم إذا كانت عدد المولات صحيحة أمشي بالخطوات أكمل تماما لكن إذا كانت عندي العدد غير صحيحة في العدد المولات أضرب وكمل الخطوات هنا لا يوجد عندي أعداد غير صحيحة مباشرة أبدأ كتابة الصيغة وأبدأ أحسب الكتلة المولية للصيغة الأولية كتبنا الصيغة الأولية حسبناها وجدنا أن الصيغة الأولية لها تساوي ثلاثين بوينت صفرين ستة أيضا في المسألة ما أعطيني الكتلة الفعلية للمركب نستطيع من هنا نحصل على نون إذن قسمة الكتلة الفعلية على كتلة الصيغة الأولية إذن الكتلة المولية للصيغة الفعلية المحصى المعطاة في المسألة والكتلة المولية للصيغة الأولية التي تم حسابتها من خلال الخطوات نقسمها على بعض نحصل على قيمة رقم اثنين هذه اثنين نضربها في الصيغة الأولية يتم عملية ضربها في الصيغة الأولية يتم عملية ضربها في الصيغة الأولية ونحصل على الصيغة الجزئية لاحظ هناك اختلاف بين الصيغة الجزئية والصيغة الأولية الصيغة الجزائية أعطتني الأعداد الفعلية للعنصر للمركب للعناصر الموجودة في هذا المركب أعطتني الأعداد الفعلية الصحيحة لها إذن هنا استطعت من خلال حساباتي أحول أو أستطيع الحصول على الصيغة الجزائية بمعرفتي للصيغة الأولية إذن هذا بالنسبة للمثال الأول كان معطيني إجرامات للعناصر المثال الثاني هذا المثال معطيني إياها بالمئوية وأنا استطعت تحولها وكانت الأعداد الملات صحيحة أما في المثال السابق كانت الأعداد الملات غير صحيحة واستخدمنا طريقتين بحيث أني أفرق أو كيف أستخدم عملية الضرب ومثال أستخدمها نأتي للمثال الثالث كان هذا المثال أو هذا المثال أعطاك إياها على شكل يعني بياني رسم بياني إذن نعطيكم بحيث أنك تفهمين تفهم معي عزيز الطالب الطالبة أنه ممكن يكون بكذا شكل أقدر أحصل على الصيغة الجزائية أدري المثال التالي معطيني المادة كيميائية تحتوي على هذه الكتلة المولية الفعلية يحتاج مني الصيغة الجزائية بمعرفتي لهذا الرسم البياني من خلال هذا الرسم البياني لدي ثلاثة عناصر هيدروجين وكربون وكسوجين معطي النسب المؤوية لها ومعطيني المسألة في المسألة معطي الكتلة المولية يريد الصيغة الجزائية إذن المعطيات أمامي سريعا أستخدم خطوات في المخطط لتحديد عدد المولات قبل ذلك ماذا فعلنا؟ أحسنتم حولنا النسب المؤوية إلى جرامات لكل عنصر لا بد أن أحولها إلى جرامات هذه أهم خطوة حتى أستطيع حل المسألة ثم بعد ذلك أحسنتم أجي نحصل على عدد المولات كيف نحصل على عدد المولات؟ من خلال قانون عدد المولات أنها تساوي الكتلة بالجرام للعنصر على كتلة المولية وسبق وقلنا أن الكتلة المولية من أين نحصل عليها؟ أحسنتم نحصل عليها من الجدول الدوري إذن هنا عندي لدي الكربون قسمنا الكتلة العنصر على كتلة المولية حصلنا على قيمة عدد المولات للكربون أيضا حصلنا على عدد المولات للهيدروجين وأيضا حصلنا عدد المولات للأكسوجين لاحظ الأعداد التي أمامك أعداد كسرية نقسم على أقل عدد مولات أقل عدد مولات كان أحسنتم الأكسوجين إذن بقسمة على واحد واثنين وثمانين من مئة بالقسمة عليها نحصل على الأعداد الذرات حتى نكتب كذابة الصيغة الأولية لاحظ هل هناك اختلاف أو احتاج إلى خطوة الضرب لا أحسنتم إذن هنا عداد صحيحة حصلت على أعداد صحيحة إذن خطوة الضرب في معامل أقل قيمة لا نحتاجها نبدأ في حساب أحسنتم في حساب كتلة المولية للصيغة الأولية الصيغة الأولية كربون ثلاث هيدروجين ثلاث أكسوجين واحدة نحسب التي تضرب هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة وهنا تضرب في واحد نحصل على الكتلة المولية لكتلة الصيغة الأولية إذن حصلنا على الكتلة المولية للصيغة الأولية من خلال المسألة موجود لدي الكتلة المولية الفعلية للمركب من هنا نستطيع حصول على قيمة نون قيمة نون الكتلة الفعلية الكتلة الفعلية للمركب طبعا للمركب على كتلة الصيغة الأولية قيمتها كم؟ اثنان قيمتها اثنان إذن هذا الرقم نضربه في الصيغة الأولية نحصل على الصيغة الجزية إذن تم ضرب الرقم اثنان في الصيغة الأولية حصلنا على الصيغة الجزية حصلنا على الصيغة الجزية إذن هذه المثال أيضا كما المثال السابق الأعداد الدرات الناتجة من عدد المولات أعداد صحيحة حصلنا عليها بعد القسمة حصلنا على أعداد صحيحة وكمنا الحل كما هو نحتجنا إلى الخطوة التي هي عملية الضرب إذن بذلك نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وهو أن تعرفنا على بعد التطبيقات الأمثلة الثلاثة السابقة وتعرفنا على الخطوات التي تتم فيها معرفة الصيغة الجزائية الصيغة الأبنائية والصيغة الجزائية هنا نعرف أن النسبة المئوية بالكتلة للعنصر تساوي نسبة كتلته بالكتلة بالنسبة لكتلة العنصر إلى الكتلة للمراكب يعني أن النسبة المئوية للعنصر مساوية لكتلة العنصر في المراكب نسبته في العنصر ولاحظنا أن نستخدم عملية التحويل من النسبة إلى الكتلة أيضا تمثل الأرقام في الصيغة الأولية أصغر نسب عدد صحيح يعني نكون هنا عندنا الصيغة الأولية تعطيني أصغر عدد تعطيني نسبة أبسط عدد تعطي عندي أصغر أو نسمي نقول أنه أبسط نسبة عددية صحيحة لمولات العنصر كما في مثال الح اللي هو الاستيلين وأيضا فوق أكسيد الهيدروجين أيضا تعرفنا على الصيغة الجزائية وهي تعطيني العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في المركب أو في الجزاء واحد من المادة إذن تعطيني العدد الفعلي تعطيني ما هي المركب ما هي العناصر المكونة كم عدد ذراته أما بالنسبة الصيغة الأولية تعطيني الأعداد البسيطة لكن التي اهتم فيها العلماء واهتموا أن يعرفون الصيغة الجزائية لأنها هي التي تحدد خواص المركبات هي التي تحدد خواص المركبات كما حدث وتعرفنا في الصيغة الأولية لما كنا نعرف الصيغة الأولية للبنزين والصيغة الأولية للإستيلين واستطعنا التفرق بينهما من خلال معرفته للصيغة الجزائية هنا عرفنا أن هناك اختلاف فيهم من خلال معرفة للصيغة الجزائية أيضا عزيز الطالب الصيغة الجزائية هي ماذا؟ هي مضاعف للصيغة الأولية هي مضاعفة الصيغة الأولية إذن مهم جدا عزيز الطالب معرفة كيف يمكن الحصول على الصيغة الأولية حتى أستطيع أحصل على الصيغة الجزائية من الخطوات تعيين الصيغة الأولية ثم بعد ذلك نحصل على الصيغة الجزئية نتبع الخطوات في المخطط الموجود عندك في الكتاب مهم جدا يساعدنا في عملية حسابه إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم عزيز الطالب وأشكركم على حسن الاستماع والإنصاد ودمتم سالمين